اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في لقاء جديد من شرح أدعية أيام شهر رمضان المبارك قوله اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره بركات الأسحار ما هي؟ قد يراد منه أحد معنيين أو الاثنين معانا أولاً المعنى السحور السحور أو السحور سواء كان بالضم أو بالفتح وبمعنى واحد ومقصود به طعام السحر وشرابه لا شك أن الصائم حينما ينوي الصيام يحتاج إلى طاقة غذائية تعينه على صيام ذلك اليوم فيتسحر ليلاً هذا السحور أو السحور هذا الطعام يعتبر من بركات هذا الشهر قال رسول الله صلى الله عليه وآله السحور بركة فالله سبحانه وتعالى يبارك لهذا الإنسان الذي يتسحر وقل ما نجد بأن هناك من بعض الموائد التي يتناولها الإنسان في غذائه في عشائه من يمكن أن يطلق عليه بركة إلا هذا الطعام الخاص بالسحور وسنبين لماذا وعن أبي عبد الله عن أبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات الله على المتسحرين هناك إذن رعاية خاصة وعناية خاصة بهذا السحور ربما تسأل لماذا لارتباطه بالعبادة في الواقع يعني الشيحين ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى يصبح مقدسا هذا المصحف الذي نقرأ فيه المصحف الشريف القرآن الكريم مكتوب على أوراق هذا الورق موجود كغيره من الأوراق ولكن حينما يكتب عليه المصحف الشريف أو حينما تكتب عليه الأدأية تكون له صفة خاصة وتقديس خاصة بيوت الله هذه المساجد التي نأمها وندخل فيها ونقصدها هي مباني كغيرها من المباني ولكن يأتي الشارع المقدس ليضع لنا أحكاما خاصة بالمسجد أحكام المسجدية لا يجوز لك أن تدخل المسجد وأنت جنب مثلا هذا حكم لماذا هذا الحكم لماذا هذا التقديس لارتباطه بالله سبحانه وتعالى هذا المكان إذن الأشياء حينما ترتبط بالله تكتسب حالة من القدسية في أي تشريع من التشريعات السماوية ومن هنا نجد بأن السحور أو السحور حينما ارتبط بعبادة الصوم وأصبح مقدمة لعبادة الصوم أصبح له ارتباط وحكم خاص وأصبح بركة وأصبح أمرا مطلوبا للإنسان الصائم أن يقوم به إذن هذا معنى من معنى بركات أسحاره المعنى الآخر بركات الأسحار أيضا يمكن أن يراد منها ما يؤديه الإنسان من أوراد وعبادة ومناجات وصلوات في وقت السحر حينما يقوم الإنسان ويفرش سجادة صلاته ويتوجه لله سبحانه وتعالى نجد أنه يعيش بركة هذه الأسحار في هذه الأسحار الناس الذين لا يعيشون مع الله تجدهم إما في لهو أو في نوم أو في لعب ولكن الإنسان المؤمن المرتبط بالله تنير صلاة الليل أسحاره ينير دعاء أبي الحمزة الثمالي أسحاره تنير العبادة أسحاره فيتوفق لهذه العبادات ويتوفق لهذه البركات عظيم جدا أن تغمض الأعين وتنام الأجساد ولكن تبقى أعين الصالحين وأجساد الصالحين في محاربها متوجهة لله سبحانه وتعالى في هذا الليل المظلم وإن بيوت هؤلاء لتنير وتضيء لأهل السماوات كما تضيء النجوم لأهل الأرض قال صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار تلاحظ كيف؟ فيمكننا أن هذه الرواية هذا الحديث يجمع الاثنين معا فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ما لما في ذلك من بركة ومن استحباب ونور فيه قلبي بضياء أنواره هناك أنوار مبثوثة في هذا الشهر العظيم فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لينير قلوبنا ويأخذ بأرواحنا وأفئدتنا إليه سبحانه وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إلى اتباع آثاره في الدعاة يقول أقبلت بكل عليك بكل أعضائي هنا يقول وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إلى اتباع آثاره ومن عظمة الإسلام أن له برنامجا خاصا لتربية الأعضاء يقول الإمام السجاد في رسالة الحقوق وَحَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ أن تستعملها بطاعة الله عز وجل فَتُؤَدِّي إلى لِسَانِكَ حَقَّهَ لاحظوا إذن هذه الجوارح لها حقوق الإسلام يؤذبها يُهذبها يُرَبِّيها فَتُؤَدِّي إلى لِسَانِكَ حَقَّهَ وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهَ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهَ وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَ وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَ وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهَ وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهَ إذن كل هذه الجوارح بحاجة إلى تربية ولها حقوق عليك أيها الإنسان في يوم القيامة طالبك اليد بحقها يُطالبك اللسان بحقه إذا لم تعطيه هذا الحق فكيف نعيش حالة الانتعاش الروحي مع الله سبحانه وتعالى أن نقبل في هذا الشهر العظيم على الله سبحانه وتعالى نحن حينما نؤديه فريضة الصوم فإنها أيضا الجوارح تصوم معنا لسانك يصوم معك عينك تصوم سمعك يصوم يدك تصوم فرجك يصوم كل هذه الأعضاء تصوم فهي تربية عامة وشاملة لكل عضو في أعضائنا ولابد أن تكون هذه التربية تنعكس أيضا على أرواحنا يا منور قلوب العارفين نور قلوبنا يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر